العقرب بتكهرب بس للأمانة جميلة وللأمانة فضلنا دايما بياخدنا ان احنا نعرف ايه اللي بيدور جواه وقعد تفكر او تفتكري انه سهلة عليك ان انت تعرف اللي بيدور جوا فارسة الاحلام وانسى برج العقرب يلا بينا يا اهلا باجمال ناس فيديو ونخلونا اتكلم كده عشان احس ان انا قاعد بقى وسطكم كده قاعدين احنا كده متجمعين وبنتكلم بقى في صهرة امسية جميلة من الامسيات الشتوية الدافئة التي لا تقدر معلينا يعني انسى برج العقرب الاول الجديد عرفنا بنفسه الرحب بيه ولماشتركش اشترك عشان يتابع معانا بنكمل سلسلة نساء الابراج وموعدنا مع واحدة من اقوى واشد واكسر نساء الابراج في الجاذبية والغموض والعند بل وقوة الشخصية انسى برج العقرب في البداية كده اول سطرين في كتابها تلا إن هي انسى من النساء المميزة قولا واحدا ولا بد ان يختلف عليها الجميع لا يمكن ان يتطفق عليها الشريحة كبيرة يعني تلاقيها في المدرسة تلاقيها في الجمعة تلاقيها في الشغل تلاقيها في بيتها في يقول لك يا سلام على الطيبة يا سلام على اللطافة وفي يقول لك يا ساتر على الشر والخباسة وتلاقي اللي يقول لك يا سلام على الرئة ولا تلاقي اللي يقول لك يا سلام على العنجهية والفزازة والغلازة هي انسى يختلف عليها الجميع لما تمتلكوا من شخصيات متعددة قادرة على اظهرها بحزافيرها بمعنى انسى برج العقرب تستطيع ان تتبارد وتستطيع ان تظهر انسى مشتعلة بالمشاعر وتستطيع ان هي تبان رئيئة وطيبة وتستطيع ان هي تبان غليظة وميهمهاش وجمدة هي تقدر وتجيد في كل تلك الشخصيات ودي من الحاجات الندرة اللي احنا نلاقيها في شخصية نساء الابراج يعني لكن على حسب الموقف وطباعك انت امعلم انت داخل تهجس تعالي تعالي داخل تهجس تعالي بقى عشان اديك درس ما تنساوش انت داخل جد وداخل ان انت عايز تقرب وانت شخصية كويسة تعالي برضو وتشوف الجانب التاني من الشخصية بتاعدي صعب العقرب حد يغلطها صعب تلاقيها كده اروبة عشر سنين ويعني محدش قادر عليها وهي من النساء التي تفهم بالاشياء الغير مباشرة يعني انت مش محتاج ان انت تروح تقول للعقرب انا بكرهك او انا بحبك لا هي تفهمك هي تلاحظ من البدايات قوي انت حاببها ولا انت كرهها ولا انت غيرانا منها ولا انت صحبطها بجد ولا انت عايزة منها مصلحة بتقرأ بتقرأ كويس وتحس تحس باللي حواليها واللي بيتعاملوا معاها واللي بجانبها عايزين منها ايه بالضبط قبل ما نكمل الشق التاني ياريت اللي مخبطش لايك يغبط يبخل ويعمل شير ويالله بينا استاذة كبيرة هو في العند عنيدة لا يمكن ان تلتقي بانسة عقرب وما تكونش عنيدة الا لو كانت انسة مضروبة على طول عشان تبقى انت حتى في الحب حتى لما تحبك وتموت في دباديبك اللي محدش عارف يفسر لمعناها لحد دلوقتي قلت قبل كده دباديبك يعني ايه ومحدش برضو عارف يجيبلي يعني الزتونة زي ما احنا بنقول بتحبك العقربة وهنا يقع في هذا الخطأ كتير جدا من الشباب يقولك اصلي دي بقى دماغها متجيش لما تحبني لو حبتني هسيطر لا لا ولا هتسيطر ولا هتقدر تعمل فيها عنطر مع انسى برج العقرب شوفوا الشعر اللي انا بقوله عمرك ما هتقدر في ده لا هي العقرب مقتنعة بقراراتك وكلامك كان بها امين وسلسة انت داخل في دور عند او هي حسد ان انت بتعمل ده من باب العند استلقى وعدك وعندها اساليب كتير اوي وغير مباشرة اكتر اوي تقدر تجننك تقدر تجيب لك صلعة من كتر ما انت هتشد في شعرك عشان تبقى عصبية لكن في مواقف كتير تبان ولا هممها انما من جوه بركان ويمكن هي بتتفرد عن النساء المائية في النقطة دي الحوت اتعصبت يبان السرطان اتعصبت يبان العقرب اتعصبت لا ما يبانش الا لما كون حب ان دي يبان وهذا ما يزيد من قوة غمطة وقوة شخصية غمضة من الطراز الاول غمضة فرزة اول لا لا يمكن تقدر ان انت تقرى كتاب العرب بسهولة ابدا ولا يمكن تقدر ان انت اطلاقا ان انت تألف صفحات حياتها بدون اذنها ابدا لا يمكن اطلاقا ما بتبانش خفيفة هي من النساء التقيلة في نفسها ومغرورة شويتين ثلاثة اربعة عشرة صراحة يعني لا مغرورة من النساء المغرورة لانها حسة اوي بنفسها ومن النساء برضو اللي مش اي حد يعجبها ولا تسلم بسرعة اطلاقا ولا تقع في الحب بسرعة ودائما وده من حاجات اللي بتعجبني انا شخصيا في العقرب في الحب العقل مع القلب انا قلبي ده طب عقل بقى تسأله سؤال انت اي رأيك الحج ده هينفع الشخص ده هينفع فرق اعلوس ده هينفع اجان ده هينفع كده تسأل اسئلة عقلانية وتعمل ميكس ومناء عليه تاخد قرارها ومش معنى كده ان هي لا تغدع انما صعب ان هي تغدع ممكن حد بقى يكون مداء ده شوية خبرة شوية عقرب زيها لا يفل الحديد الى الحديد يعرف يرسم عليها الدور ولكن بتكتشفه بس ممكن بعد فترة ممكن مش في البدايات اوي يعني من النساء عفوا من النساء الجذابة جدا تمتلك تمتلك جاذبية فضيعة تلاقي ممكن في نساء مش حلوة في العقرب لكن عندها كمية جاذبية في شخصيتها وقوة ناعمة ودلع وهنا الوجه الاخر الجميل يعني انت ممكن في بعدك عنها او مفيش بينكم قرب تحس ان العقرب جمدة ويعني مسترجلة فيها ممكن انت لما لما تقرب تلاقي دلع دلوع نمرة واحد دلوع برضو فرزة اول بتعرف تدلع اوي اوي ست ست نعمة نعمة جدا وتعرف تكيس الرجل اوي من النساء اللي بتعرف ان هي تكيس الرجل بشكل كبير جدا جدا انسة ورج العقرب دي وتعرف تتحك عليه وتعرف لذلك يا معشر الرجال حزاري جدا من انسة العقرب خلي بالكم منها وانتقامية ولو بعد حين ازتني لابد ان تؤذى انت غلط في حق ايه مرتحش ولا يهدى لبال الا لما رضها لك لذلك قبل ما تغلط حزاري عشان ما ترجعش يتغني ظلمه دايما انا بحزر من النقطة دي ما مش من النساء اللي تقول متسامعة لا ما عندناش الهجز ده ما فيش انت غلط تتأخذ على افاك هو كده عشان برده 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 نبقى دقيقين بتمتلك صوت والنساء المائية بصراحة كلها نبرت الصوت بتاعتهم ساحرة للامانة يعني النساء المائية حوت سرطان عقرب الصوت بتاعهم بيعمل كهرباء وكذلك الدحكة صوت بنوت العقرب في منتهى السحر هي حتى يعني ممكن ما تاخدش بالها انا عايز اي عقربة بتسمعني دلوقتي بعد ما تغبط اللايك وتعمل الشير اللي لسه ما خبطتش وعملت يعني تسجل لنفسها كده وتسمع صوتها عارفين اللي بتتكلم في خدمة العملا دي طبعا بينقوا واحدة الصوت بتاعها واو العقرب بتنفسها كمية سحر في صوت قنسة برج العقرب غير طبيعية غير معقولة انا حسس ان الحلقة طولت شايف الطايم عمال بيزيد فوالله نفس ان انا يعني اكوع كده ونقعد بقى ايه حد الفجر انما طبعا مش هتصبر واكيد انتم مش مش فضيل لانا يعني فاكتبولي اراكم في الحلقة دي عملنا ركم يا جماعة الاستشارات الخاصة المدفوعة في ناس عايزة تتواصل معايا دايريكت فيس توفيس كده واتكلم معا مباشرة اللي عايز يحجيز الرقم ده موجود في وصف الفيديو اول تعليقات واول التعليقات ويروابطنا ومواقعنا التانية كلها ايضا في وصف الفيديو وفي التعليقات والى اللقاء مع الشعنونة ونسا ورجي القوس شكرا للمشاهدة